بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين السادة المشاهدون السيدات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن نحن ولله الحمد قد بدأنا بقراءة وشرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا في الموسم الثالث من هذا البرنامج برنامج الإتقان وقبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية في كتاب الإتقان نقرأ الصفحة المنهجية التي علينا لحلقة اليوم وهي الصفحة السادسة والستين بعد المئة من صفحة السادسة والستين بعد المئة من سورة الأعراف ومن الآية الحادية والثلاثين بعد المئة الآية مئة وواحد وثلاثون أولها فإذا جاءتهم الحسنة نستعين بالله عز وجل ونبدأ إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هذه الصفحة التي قرأناها في بعض الكلمات بحاجة إلى تنبيه من جملة ذلك ما مر معنا في الآية مئة وثلاثة وثلاثين قوله تعالى وَضَّ فَادِعْ وَضَّا الضَّا طبعا مفخمة مستعلية مطبقة وَضَّا وَضَّفَا بعدها فاء مستفلة مرققة منفتحة وَضَّفَا يغلب على اللفظ عادة إذا جاء الضَّاد هكذا بعدها فاء أن يقول الناس وَضَّفَا دِعْ وَضَّا بِالْفِي بحرف الفاء أو الفاء بالفرنسية ليس في اللغة العربية في وإنما فيها فاء فاء فو في هذا الحرف هو الموجود في اللغة العربية وَضَّفَا دِعْ وَضَّا فاء ضَا فاء ولا نقول وَضَّفَا دِعْ نعم أيضا الدالة التي بعد الفاء وَضَّفَا دِعْ لابد من تلقيقها وَضَّفَا دِعْ هكذا كما لفظتها إن شاء الله أيضا في الآية 133 قوله تعالى فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَاسْتَكْبَرُوا آخِرُ هَوَا سَاكِنًا وهذه الواو مدية لأن قبلها مضموم فَاسْتَكْبَرُوا فَهي ممدودة بمقدار حركتين مدا طبيعيا وَكَانُوا أَوَّلْ هَوَا فَالْتَقَى فِاللَّفْظِ وَاوَانِ الواو الأولى ساكنة ولكنها مدية والواو الثانية متحركة والقاعدة تقول إذا التقى حرفان متماثلان يعني باء باء تاء تاء حاء حاء إلى آخره بلاش حاء حاء ميم ميم مثلا إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن وجب الإضغام إلا أن يكون الحرف الأول حرف مد فهنا الحرف الأول حرف مد اللي هو فَاسْتَكْبَرُوا فَلَا إِضْغَام يعني نقولها صوابا هكذا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا الخطأ أن نقول فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا رُو وَكَانُوا لا نضغم هذه الواو في تلك الواو لا نضغم الواو الأولى في الثانية لأن الواو الأولى مدية إذا أضغمنا ذهب المد وإذا مددنا بطل الإضغام إذن قال إمامنا الجزري ورحمه الله في منظومة المقدمة في علم التجويد وكنا قد شرحناها ولله الحمد والمنة في هذا البرنامج قال وأولي مثل وجنسين يعني الحرف الأول من المتماثلين والحرف الأول من المتجانسين وأولي أصلها وأولي مثنى أول لكن حزفت النون من أجل الإضافة وأولي مثل وجنسين إن سكن أدغم يعني إن كان التقى متماثلان والأول ساكن أدغم الأول في الثاني ثم قال وأبن أبن فعل أمر من أبانا يبينوا يعني أظهر يظهروا وأبن في يومي في يومي يعني إذا التقى مثلان والأول حرف مد يا مدية مع قالوا وهم قالوا وهم هنا التقى واوان والواو الأولى مدية مثل المثال الذي معنا هنا فاستكبروا وكانوا عندنا في الآية 134 قوله تعالى وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمَ 그런데 True وَاt Organic هكذا بحيث أنه يظهر وكأنه أضغمت عين في الأخرى أو سقطت إحدى العينين من اللفظ علينا أن نبين كلا الحرفين أيضا عندنا في الآية نفسها وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُرِّيْجِزُ قَالُوا الْرِّيْجِزُ أحيانا تأتي هذه الكلمة في القرآن بالجين الْرِّيْجِزُ وأحيانا تأتي بالسين الْرِّيْجِزُ ولها معاني تشرح في غير هذا المكان هنا الرَّيْجِز وقَعَ عَلِيْجَزْ بمعنى العقوبة الرَّيْجِزْ هنا بمعنى العقوبة لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّيْجِزْ يعني العقوبة التي نزلت علينا و هي بمعنى ما استحقوه من العذاب من الضفادع والدم والأشياء التي عقبهم الله سبحانه وتعالى لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّيْجِزُ قالوا بالزاي أحيانا تأتي الرجس بالسين فعلينا أن ننتبه بأنها هنا بالزاي بحرف الزاي وليست بحرف السين هذا أمر الأمر الثاني يكثر السؤال هنا مثلا الرجز وقع عليه الرجز انظروا إلى الرأى المشددة الر هنا أدغمنا رأى ساكنة بعدها رأى مكسورة المدغم اللي هو الرأى الأولى يعني يأخذ حكم المدغم فيه اللي هو الرأى الثانية عليه مري ولا يغرننا أن الرأى الأولى ساكنة وقبلها مضموم فيقول نحن نعلم بأن الرأى الساكنة إذا سبقت بضمة فخمة تقول لا المدغم يأخذ حكم المدغم فيه وقع عليه مري عليه مري فالرأى المشددة كلها مرققة وليست مفككة بحيث تكون الرأى الأولى غئة المدغمة يعني مفخمة والمكسورة مرققة لا ليس الأمر كذلك قالوا يا موسى دعو لنا ربك قالوا يا انظر نفس الآية 134 قالوا يا موسى لو بدأنا بأدعو لنا ربك لو بدأنا نبدأ بهمزة مضمومة لو قلنا قالوا يا موسى ووقفنا مثلاً للتعليم فنبدأ ادعو لنا ربك بهمزة مضمومة لماذا ضممنا الهمزة لأنها همزة وصل وقعت في فعل ثالثه مضموم نعيد نبدأ بها ادعو لنا ربك او بهمزة مضمومة لماذا ضممنا الهمزة الجواب لأننا بدأنا بهمزة وصل وقعت في فعل ثالثه مضموم من ثالثه حرف العين ادعو حتى لو وقفنا عليها لأمر ما اختبارا مثلا نقول ادع بعين ساكنة قد يقول قائل كيف ضممتم الهمزة والعين ساكنة نقول اعتدادا بالأصل هي سكنت سكنت عروضا بسبب الوقف وإلا هي في الوصل مضمومة ادعو فنبدأ ونقف عليها ادع واعود فاقول كل هذا الكلام الذي اقوله الان لا يتعمد لا يتعمد الاصل ان نقول قالوا يا موسى دعو لنا يا موسى دعو لنا ولا نبدأ لا نقف على يا موسى ونبدأ ادعو لنا لكن انا اقول هذا الكلام للعلم بالشيء لئن كشفت عنا رجزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل انظر الى كلمة بني اسرائيل لما وقفنا عليها إيل اسرائي اسراء هذا متصل مد متصل حرف مده بعده همزة اسراء فنمده اربع حركات او ستة او خمس حركات اربعة كما ذكر الامام الشاطبي وخمسة كما ذكر الامام ابو عمر الداني في كتابه التيسير في القراءة السبع اسرائيل هذه إيل إيل لما وقفنا عليها انظروا إيل هذا همز ممدود والهمز الممدود هذا مد بدل او ملحق بسموه بمد البدل ما هذا موضوعنا كل همز ممدود عند المجودين اسمه بدل كل همز ممدود إيل هذا همز ممدود همزة وممدودة فهذا مد بدل والمدل عند غير ورش نحن طبعا ما عم نقرأ على ورش الآن يمد بمقدار حركتين لكن هنا اجتمع معه مد آخر وهو المد العارض للسكون المد العارض للسكون يمد حركتين او اربعة او ستة على التخيير القارئ مخير بالنسبة للعارض للسكون اما ان يمده بمقدار حركتين او اربعة او ستة نحن من عادتنا في برنامجنا هذا ان مد العارض للسكون اربع حركات يعني كما يقولون خير الأمور الوسط لا نقصره بمقدار حركتين ولا نمده ستا طويلا جدا أربع حركات كالمتصل والمنفصل يعني من باب يعني هكذا بيكون أجمل فلما نقول العارض للسكون نحن نمده أربعا والبدل حركتين واجتمعا هذان المدان على حرف مد واحد اللي هو حرف الياء إيل فهل نمده حركتين على أنه بدل أم نمده أربع على أنه عرض السكون هذا بحث كنا قد شرحناه في برنامج هذا ولله الحمد اسمه قاعدة أقوى السببين إذا التقى سببان على حرف مد واحد في عندي حرف مد واحد انطبق عليه تعريفان كالمثال الذي عندنا هنا إسرائيل هدي إيل انطبق على هذه الياء تعريفان تعريف البدل أنه همز ممدود وتعريف العارض للسكون أنه حرف مد وبعده حرف سكن سكونا عارضا بسبب الوقف ونحن من عادتنا قلت أننا في البرنامج نمد العارض للسكون أربعا فكم نمد إسرائيل عند الوقف نمده أربعا لماذا؟ لأن العارض للسكون أقوى من البدل كما شرحنا سابقا في هذا البرنامج في الموسم الأول قال أستاذي الشيخ إبراهيم علي شحة السمنودي رحمه الله وأنزل عليه شأبيب رحمته أقوى المدود لازم فمتصل فعارض فذنفصال فبدل نعيد أقوى المدود لازم فمتصل فعارض يعني المدل عارض للسكون فذنفصال فبدل البدل أضعف شيء فلما اجتمع العارض للسكون والبدل من أقوى؟ الأقوى العارض للسكون لو كنا نمد العارض للسكون حركتين لو ووقفنا عليه صار عندي العارض للسكون حركتين والبدل حركتين أقول مدن له وصمبان لكن إن كان مذهبي أن أمد العارض للسكون أربعة أو ستة ووصلت إلى إسرائيل ووقفت عليها أمدها أربعة أو ستة على المذهب الذي أنا أتبعه إما أربعة أو ستة فإن سئلت ما هذا المد أقول عارض للسكون فإن قيل لي والبدل نقول أهمل البدل أهمل لضعفه أهمل لضعفه بقيت بعض الكلمات ننبه عليها بعد الفاصل ونشرع في كتاب التبيان إن شاء الله من حيث وقفنا فبعد الفاصل نلقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة الكرام قبل الفاصل كنا نعلق على بعض الكلمات التي مرت معنا في قراءتنا المنهجية لهذه الصفحة وأنبه على الآية الأخيرة التي قرأناها اليوم وهي الآية 137 أولها قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون تضب تضب هدي يستضعفون الضاد فيها ساكنة يستضب تضب طبعا الضاد ساكنة لكنها مستعلية مطبقة مفخمة رخوة مستطيلة فيها استيطالة كل هذه الصفات سبقا وأن شرحناها أضب أضب هل تسمعون صوت الضاد كيف أنه ممتد أضب أضب يستضب تضع ليس كثيرا بقدر الرخاوة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضب يس كم أخذ زمن السين يستضب بمثله عملا بقول إمامنا الجزري واللفظ في نظيره كمثله كما أخذت السين لأنها حرف رخو كذلك الضاد حرف رخو تأخذ الزمن نفسه يستضب تضب فيها جريان للصوت بخلاف ما يقول بعض إخواننا الله يهديهم يعني يتهموننا بأن الضاد التي ننطقها الضاد شديدة أبدا ما هي شديدة هي رخوة وعمرها ما تكون الضاد شديدة أضب ومن نطقها شديدة فهذا خطأ لكن الرخاوة لا تعني امتداد الصوت إلى ما لا نهاية الرخاوة تعني أن الصوت ممتد لكن لا تعني أن الصوت ممتد إلى ما لا نهاية يستضب السين رخوة هل أقول يس أما ما أقول هذا الكلام هي رخوة بمعنى صوتها فيه جريان يستض هذا من حيث الاستيطالة والرخاوة الأمر الثاني الضاد كما ذكرنا عال مستعلية مطبقة مفخمة لكن قبلها تاء والتاء مستفلة منفتحة مرققة تاء يست يستض تض فننتقل برشاقة من التاء المرققة إلى الضاد المفخمة من غير تكلف يستضعف ونعود إلى عين مرققة يستضعفون إذن الضاد مفخمة بين مرققين التاء من قبلها والعين من بعدها فلنحرص على ذلك بقدر الإمكان أيضا في الآية نفسها مر معنا قوله تعالى وتمت كلمة ربك يا ليت تنظروا في المصحف الشريف من كان منكم معه مصحفا مصحف وتمت كلمة ربك كلمة كتبت هكذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتاء المبسوطة ثم نقلها زيد ابن ثابت رضي الله عنه إلى الصحف البكرية الصديقية هكذا بالتاء المبسوطة ثم بعد ذلك نقلوها إلى المصاحف العثمانية التي وزعت على الأمصار هكذا بالتاء المبسوطة مع العلم أن القراء العشر كلهم يقرؤونها كلمة ربك في مواضع أخرى بعض القراء يقرؤها كلمة ربك وبعض القراء يقرؤها كلمات ربك يعني بالإفراد وبالجمع فهناك ممكن لقائل أن يقول كتبت بالتاء المبسوطة على نية الجمع يعني على نية من يقرؤها بالجمع كذلك حقت كلمات ربك بدل كلمة ربك أما هذا الموضع بالذات كتب بالتاء المبسوطة والقراء العشر كلهم مجمعون على قراءته بالإفراد قال إمامنا الجزلي في باب التاءات في منظومة المقدمة في باب التاءات التي كتبت بالتاء المبسوطة قال فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط العرافي فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط العرافي يعني هذا الموضع أنها كلها كتبت بالتاء المبسوطة إذن هذه كتبت بالتاء المبسوطة كيف أقف عليها لو ضاق نفسي أو انقطع نفسي أو لأمر ما أردت أن أقف عليها وقفا اختباريا أو اضطراريا كيف أقف نقول وتمت كلمة يعني نقف عليها بالتاء المبسوطة ولكن لا يتعمد هذا لا يتعمد لأن المعنى عندها ناقص وتمت كلمة أي كلمة هذه التي تمت المعنى ناقص فلا يتعمد لا يفعل إلا طرارا أو اختبارا تمت لقبلها وتمت هذه طبعا تاء مبسوطة لأن هذه تاء التأنيف الساكنة التي تلحق الأفعال هذه لا خلافة فيها كل القراء والعرب جميعا يقرؤونها تاء مثل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إلى آخر الآيات كل هذه تاء التأنيف الساكنة تلحق الأفعال كلها يكون قبلها فعل تمت الفعل اللي قبلها تم تم فعل ماضي ولحقته تاء التأنيف الساكنة هذه ما لنا كلام عليها كلامنا على كلمة التي بعدها وتمت كلمة ربك فإن وقفنا على كلمة نقول كلمة بتاء ساكنة هكذا كلمة نعم هل لنا أن نقف عليها بالروم أو بالإشمام نعم لنا أن نقف عليها بالروم أو الإشمام لأنها كتبت بالتاء المبسوطة أما لو كان مكتوبة بالها ونقف عليها كلمة في غير ليس في هذا الموضع في موضع آخر فلا رومة ولا إشمامة في هذا طبعا بحث تخصصي لكن نحن يسمعون يعني أدة شرائح من إخواننا طلاب القرآن الكريم بارك الله فيهم أجمعين آخر كلمة في الصفحة وما كانوا يعريشون العرب تقول عرش يعرش وتقول عرش يعرش هكذا وهكذا من العرب من يقول عرش فعل ماضي يعرش وعرش يعرش لكنها جاءت على رواية حفص بل حتى على قراءة نافع يعريشون في بعض القراءات كقراءة عبد الله بن عامر وشعبة رحمهم الله تعالى نقلوها لنا يعرشون وهي لهجة عربية صحيحة منقول إلينا قرآنا على تلك القراءات قراءة عبد الله بن عامر ورواية شعبة لكن نحن بالنسبة إلينا برواية حفص عن عاصم أو برواية قالون أو برواية ورش نقرأها يعريشون بكسر الراء لا بضمها هذه أهم الأشياء التي حببت أن ننبه عليها في هذه الصفحة وأما من حيث وقفنا في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن فنحن ما زلنا في مقدمة المؤلف وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى وجزاه عنه وعن المسلمين خير الجزاء وقفنا عند قوله رحمه الله في مقدمة كتابه يقول ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات اللغات هنا بمعنى اللهجات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيزي الواضح على ترتيب وقوعه في الكتاب على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب يعني الآن في الكتاب سيمر معنا كلمات غريبة يقول النووي ما كان عندهم عادة أن يكتبوا في الهامش تحت كالكتب التي تطبع حديثا نحن إذا كان كلمة غريبة نشرحها في الصفحة نفسها في أسفل الصفحات لكن يقول النووي سأجعلها في آخر الكتاب في باب بحسب ترتيب ورودها في الكتاب من صعبت عليه كلمة فليرجأ إلى هذا الباب هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله نعم ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد وبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات نعم وبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات وقد زهلوا عن نادر من ذلك في بعض الحالات يعني هو يقول أنه سيذكر في هذا الحديث يعني الكتاب قد يذكر أحاديث صحيحة وقد يذكر أحاديث ضعيفة أحيانا ضعيفة الإسناد يعني لكن ليست مكذوبة على رسول الله ليست موضوعة فيها ضعف بسبب أحد الرواة بسبب حال أحد الرواة إما أنه نسي لما كبر أو مثلا يعني في عنده سبب معين يخدش هذه السلسلة فيقول العلماء بأنه حديث ضعيف هذا الحديث الضعيف يعني سيذكره الآن رحمه الله قال الإمام النووي وعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوّزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال يعني إذا جاء حديث إسناده ضعيف هل يجوز العمل به إن كان الحديث ذو الإسناد الضعيف إن كان يتحدث عن عقيدة العقيدة العقيدة لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة إن كان يتحدث عن الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز لا يؤخذ من الأحاديث الضعيفة حلال وحرام ينبني عليه ثواب وإسم وإنما تساهل العلماء في فضائل الأعمال يعني إذا قالوا من صلى كذا فله كذا هذا بسموه فضائل الأعمال يعني إذا الإنسان سمع بأنه من صلى مثلا صلاة الضحاء كذا كذا كتب الله له كذا وكان إسناد هذا الحديث ضعيف وصلىها شو المشكلة إن كان يعني يوم القيامة تبين أن هذا الحديث ما هو صحيح لكن هو صلىها يأخذ الثواب صلاته يأخذ الثواب ما ذكر لله سبحانه وتعالى ففي فضائل الأعمال يقول إمامنا النووي أن العلماء رحمه الله من أهل الحديث وغيرهم يتساهلون بالعمل بالحديث الضعيف الإسناد إن كان الحديث يتحدث عن فضائل الأعمال قال رحمه الله ومع هذا يعني مع جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإني أي النووي رحمه الله فإني أختصر على الصحيح فلا أذكر الضعيفة إلا في بعض الأحوال وعلى الله الكريم توكري واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وأسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أهل الزيغي والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته وأن يهديني بحسن النيات ويسر لي جميع أنواع الخيرات ويعينني على أنواع المكرومات ويديمني على ذلك حتى الممات يعني لا يكفي الإنسان أن يفعل الخير فقط في فترة من فترات عمره ثم يتركه العبرة بالخواتيم نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يثبتنا على الخير وفعله وعلى طاعة الله عز وجل وعلى ترك المخالفات الشرعية وعلى دوام قراءة القرآن الكريم والأحاديث النبوية وعلى دوام فعل الطاعات إلى أن نلقى هذه الاستمرارية نعم ويديمني قال النووي ويديمني على ذلك حتى الممات اللهم آمين آمين وأن يفعل ذلك كله يعني كل هذه الدعوات التي دعاها النووي لنفسه قال وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي ونحن إن شاء الله من أحبابه كلنا نحب علماءنا أجمعين ونحب الإمام النووي وغيره من ساداتنا العلماء نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة وأن يغفر لنا أجمعين وأن يعلي مقامنا فيه الليين كرما منه وجود وجودا اللهم آمين يا رب العالمين بعد أن قال وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي قال وسائر المسلمين والمسلمات هذه فكرة تكلمنا عنها في الحلقة الماضية قلنا الإنسان لما يدعو يخص ويعم يخص ويعم بعد أن يدعو لنفسه يقول ولجميع المسلمين فتشمل هذه الدعوة كل مسلمين ومسلمين ما يقتصر الإنسان في الدعاء على نفسه كما فعل ذلك الأعربي لما قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال له صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا أو ضيقت واسعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي وحسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويجتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته يعني فضيلة تلاوة القرآن وفضيلة حملته فضل من يحمل القرآن وفضل من يتلو القرآن لأنه ليس كل المسلمين قادرون على حفظ القرآن الكريم هذه نقطة يجب أن ننتبه إليها أيها الإخوة يعني حفظ القرآن الكريم أمر عظيم لا شك لا شك ولا رئي والحمد لله الذي أكرمنا به منذ أن كنا ولله الحمد في سنة الأربطعش تقريبا يا ربي لك الحمد لكن وكل الناس قادر على ذلك كم من إنسان حولنا من أجيراننا وأقربائنا وأحبابنا يتمنى لو أنه حفظ القرآن لكن لم يتيسر له ذلك لظروف مختلفة بين الناس فهل هذا محروم بالمرة لا أبدا بقي عنده بابين أو بابان الباب الأول أن يتلو إذا فاتك الحفظ غيبا فقرأ نظرا ومن كان أميا لا يعرف القراءة عنده السماع يستطيع أن يستمع الآن ما شاء الله تلاوة القرآن صارت متيسرة جدا لما كنا صغارا ما كان موجود إلا تسجيلات للشيخ عبد الباصد عبد الصمد رحمه الله أو للشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله والشيخ المنشاوي ومحمود علي البنة وهؤلاء محمد رفعت وكذا عدد محدود من الأسماء لما كنا صغارا الآن ما شاء الله تبارك الله كثر الاهتمام بالقرآن وكم وكم قلت أنا إننا نعيش العصر الذهبية للقرآن الكريم ما شاء الله القراءة الآن وخاصة جيل الشباب ولله الحمد نحن الآن مطمئنون على كتاب الله عز وجل في أغلب بلاد المسلمين أنه موجود مقروء محضور المساجد التلاوات الأئمة يعني قل أن تدخل الآن مسجدا وتسمع تلاوة لا سمح الله غير صحيحة قل جدا لكن من أربعين أو خمسين سنة إلى الوراء كان العكس تماما كان العكس تماما قل أن تدخل مسجدا وتسمع تلاوة منضبطة بأحكام التلاوة التي هي علم التجميل قل ذلك فالحمد لله الذي نقل الأمة من تلك المرحلة إلى هذه المرحلة اللهم لك الحمد والشكر فإذا عندنا الحفظ ما قدرنا على الحفظ عندنا التلاوة أن نقرأ ما قدرنا على القراءة بسبب الأمية في بعض البلاد في ناس يقول لك يا أخي أنا أمي أهلي ما علموني الكتابة والقراءة عندك السماع يا أخي استمع استمع إلى القراء القراء ما شاء الله التسجيلات موجودة ثم عند هذا باب الباب الثاني الذي عندنا باب المحبة من أحب قوما حشر معهم قال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال عليه الصلاة والسلام اذهب المرء مع من أحب ونحن إن شاء الله نحب الله ونحب رسول الله ونحب الصحابة الكرام وآل بيته العظام ونحب العلماء العاملين ونحب القراء والمحدثين والفقهاء والصالحين والأتقياء ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وإن كنا لم نعمل بعملهم لكننا نحبهم كما قال إمامنا الشافعي أحب الصالحين ولست منهم طبعا قال ولست منهم تواضعا وإلا فإن كان الشافعي ليس من الصالحين فمن هم الصالحون نسأل الله عز وجل أن نتقبل منه ومنكم وقفنا عند الآن عند الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته سنبدأ في هذا الباب في الحلقة الثانية القادمة الآن سنأخذ فاصلا وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته أو إن كان عنده سؤال في التجويد فأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا القسم من برنامج الإتقان والمخصص لاتصالاتكم الهاتفية معنا أخونا عبد السلام من فرنسا تفضل أخي عبد السلام السلام عليكم تفضل أخي عبد السلام أخونا عبد السلام من فرنسا معنا أخونا عبد السلام عليكم نعم نعم تفضل يا بني تفضل ارفع صوتك وقرأ نعم يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ والقرآن الحكيم إنك لمن المستقيم على صراط مستقيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبَغْشِرُونَ بارك الله فيك يا عبد السلام بارك الله فيك يا بني كافي يا عبد السلام كافي يا بني ما شاء الله كم سنة عمرك ما شاء الله كم سنة عمرك يا عبد السلام ما شاء الله بارك الله فيك تلاوتك ممتازة يا بني ما شاء الله الله يرضى عليك هل تحفظ شيء من القرآن يا عبد السلام نعم أنا أحفظ خمسة وعشرين حزبا خمسة وعشرين حزبا نعم ما شاء الله إن شاء الله تزداد حزبا بعد حزب إلى أن تكمل الستين حزبا إن شاء الله القرآن كله بإذن الله بارك الله فيك عبد السلام إخواننا في البلاد المغربية يقيسون الحفظ بالأحزاب كل جزء في القرآن طبعا نحن نقسم إلى ثلاثين جزءا كل جزء فيه حزبا فصار مجموعة أحزاب القرآن ستين حزبا عبد السلام يحفظ خمسة وعشرين يعني قرابة نصف القرآن وعمره إثني عشر سنة بارك الله فيه وفي أهله الذين اعتنوا به وهم في بلاد فرنسا حتى وصل إلى هذه الدرجة من الإتقان معنا أختنا إيمان من العراق تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ما شاء الله تبارك الله يا بنتي إيمان كم سنة عمرك ثلاثة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تلاوتك ممتازة يا بنتي أنا سعيد جدا بسماعة تلاوتك وسماعة تلاوت عبد السلام من فرنسا لكن انتبهي إلى سيئة يطير هذا إضغام بغنة يا بنتي سيئة أخرها تنوين يطير أولها يا أضغمنا التنوين اللي هو نون ساكنة يعني في الياء فصار هكذا سيئة يعني يخرج صوتان في آن واحد ياء من الفم ومعها غنة من الخيش أنت تقولين سيئة تأتين بالياء من غير غنة عليك أن تضغطي قليلا على أنفك حتى تخرج الغنة مع الياء ما زلت معا على الخطيئة إيمان إن قطع طيب إذن يا بنتي إيمان الله يرضى عليك حاولي أن تخرجي مع الياء غنة كل الإضغام بغنة هكذا من ولي ولا نصير سيئة يطير لا بد من إظهار الغنة معنى الأخ جمال من اليمن السلام عليكم ورحمة الله الله حيث فضل اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عيد عندك لإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل يا سلام فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم يأتي يا جمال يا جمال هم با فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الياس يا جمال فأغرق فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها بأنهم ارجع يا جمال بأن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بارك الله فيك يا جمال ما شاء الله تلوتك جيدة لكن في بعض الأمور التي نبهتك عليها هل تحفظ شيء من القرآن؟ الحمد لله كامل نعم تحفظ كامل ما شاء الله طيب كمل الصفحة وأورثنا القوم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون أنفصل الخط مع أخونا جمال ما شاء الله تلوتك جيدة أخي جمال لكن انتبه للأمور التي نبهتك عليها زادك الله توفيقا معنى الأخت حنين من العراق السلام عليكم يا خير عليكم السلام الله يحييك أهلا وسهلا تفضلي بارك الله الله يجازيك عنها فرداف الأعلى يا رب الله يستلمك وإياكم إن شاء الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن والضفادع والضفادع والدماء آيات متصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بارك الله فيك يا أختي الكريمة ما شاء الله ترابتك جيدة وأنت متابعة وتخليص الحروف عندك جيد تخليص الحروف يعني تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم زادك إلا هو توفيقا يا رب معنا الأخت مهة من الجزائر أعلم السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي أختي مهة كيف حالك يا شيخ؟ نشكر الله من أحمد تفضلي الله الحمد لله شيخ عندي سؤال فيما يخص آية من سورة المزدمل يعني برواية ورش عن طريق الأزرق أيوة أنا أدرس نساء في محو الأمي يا أستاذي ويعني عندنا مشكل يعني ما الآية فكيف تتقون إن كفرتم يومي يجعل الولدان شيبة يعني نساء هنا لا يستطيعنا أن يكملنا يعني يقولنا فكيف تتقون إن كفرتم يومي يجعل الولدان شيبا السماء منططر به لا وقفوا على شيبة وقفوا على شيبة رأس آية أستاذي عندما أقول شيبا هل هنا يعني خطأ لا ليس خطأ لكن لماذا تصيرينها ما المانع ما الداعي لهذا الوصل ربنا قال فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا يعني نقل حركة أستاذي يعني ولا وقفوا على شيبة صار المقطع أخصر وهنا رأس آية والوقف على رؤوس الآية الآية الوقف على رؤوس الآية سنة نبوية ما عرفت رؤوس الآية إلا من وقف النبي صلى الله عليه وسلم لعل عندكم لعل وقف الهبط عندكم يضعون لا يضعون على شيبة لا يعني لا تقف لا لا يوجد أستاذي خلص وقف على شيبة حفظ الصاد المؤتد عند المغاربة أجدها فوقها وقفوا على شيبة ثم أبدأوا السماء منفطر به معلش أستاذ أعرض لك آية من صورة المزامين لو سمحت فضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُقُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصَّهُ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي أَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا بارك الله فيك بارك الله فيك التلوتك جيدة ما شاء الله وفقك الله لما يحب ويرضى وأجر الخير على يدك معنى الأخت أم أيمن تفضلي عليكم السلام ورحمة الله الله يحييك تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا الرجز ضمي إزاي قالوا قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن عنا الرجز لنؤمنن لك عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون بارك الله فيك أختي أم أيمان أود أن أسمع منك زيادة لكن وقت البرنامج شارف على النهاية وما زال أمامك مشوار في تعلم القرآن تلاوتك جيدة لكن هناك أجود ولا ينطرق اللسان إلا بكثرة التدريب زادك الله توفيقا وثبتنا وإياك على تلاوة كتابه التلاوة التي ترضيه اللهم آمين آمين بتلاوة أختينا أم أيمان أيها الإخوة الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل لقائبكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحابك قلب يشدر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة